المجاعة أقرب لليمنيين من أي شيء آخر على هامش الحرب الطويلة التي لا تريد لها الميليشيا نهاية يحدث الانهيار الاقتصادي الأكبر الذي يوشك أن يقضي على ما تبقى من معالم الحياة لدى اليمنيين مدير العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة حذر من أن أكثر من 7.5 ملايين يمني يعانون من نقص حاد في الغذاء وهم على بعد خطوة واحدة من المجاعة المسؤول الأممي أوضح أن نحو 13 مليون يمني أيضا بحاجة لمساعدات تقدر قيمتها بنحو 1.8 مليون دولار ولم يتحقق منها سوى 16% فيما ينتظر اليمنيون نهاية قريبة للحرب ولا مؤشرات جدية على حدوث ذلك في وقت قريب مع استمرار سلطة الميليشيا في حربها وسياساتها المدمرة في الداخل وعبثها وتعنتها في مشاورات السلام في الكويت وفي حين يمضي البلد نحو مستقبل مجهول في ظل سلطة الميليشيا يتجاهل العالم ما يحدث في هذا الجزء المنسي من الخارطة رئيس العمليات الإنسانية الخاصة بالأمم المتحدة جون كينغ أشار لا تراجع مروع في الدعم الذي تقدم الجهات المانحة لملايين اليمنيين الذين هم بحاجة ماسة للغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية اللازمة واعتبر كينغ أن مبلغ التبرعات من الدول الذي تم جمعه صادم للغاية حاثا الحكومات على تقديم المساعدات وعدم نسيان اليمن تترافق هذه التحذيرات الأممية والدعوة لإنهاء الحرب وتقديم المساعدة لليمنيين مع الانهيار الاقتصادي الأكبر الذي تشهده البلد في ظل خفاض هو الأكبر للعملة الوطنية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتلاشي الأمل باقتراب الحل السياسي لأزمة تبدو بلا نهاية اشتركوا في القناة